أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف عراقي في ست محافظات سيحتاجون إلى الحماية في بلدهم في عام 2021 هي حقيقة جديدة تعكس استمرار معاناة العراقيين في مدنهم كشفت عنها مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الفساد الإداري واستمرار الإهمال الحكومي للمتضررين بسبب الحرب منذ سنوات ومن ثم طرد النازحين باتجاه مناطقهم التي ما زالت مدمرة أدى إلى تفاقم عدد من يحتاجون إلى الحماية الأمنية والمساعدات الإغاثية أضيف إليه العام الماضي تداعيات تفشي جائحة كورونا وتفاقم الأزمة الاقتصادية إعلان مفوضية اللاجئين عن استمرار حاجة مئات الآلاف من العراقيين إلى الحماية له أسبابه على الأرض فأثار الصدمات النفسية والعنف ضد الأطفال والنساء وذوي الإعاقة وانتشار خطر المتفجرات ومخلفات الحرب الملوثة والثارات القبلية والاجتماعية عوامل أجبرت الأسر المتضررة إلى اللجوء إلى آليات التأقلم السلبية بسبب فقدان سبل العيش وفرص العمل الإغلاق القسري لمخيمات النازحين الذي نفذته حكومة الكاظمي مؤخرا وعدم إعمار مناطقهم المدمرة فاقم هو الآخر من معاناتهم ووضعهم في مواجهة مستقبل مجهول حيث ما زالت عمليات رفع الجثث من تحت الأنقاض مستمرة فضلا عن وجود أطنان من الدخائر والقنابل والألغام في المدن المنكوبة لا سيما الموصل التي لم تعالج إلى الآن ما يشكل مخاطر كبيرة على حياة السكان وسلامتهم الجسدية معاناة سكان المحافظات المنكوبة لم تنتهي عند هذا الحد فمعظمهم وجد نفسه متهما بالصلة بتنظيم داعش بطريقة أو بأخرى ما يحتم عليهم إثبات براءتهم من هذه التهم عبر طرق تعسفية عديدة آخرها ما عرف بكتاب التبرئة من تنظيم داعش الذي بدونه لا يحق لأي نازح أو مهجر إنجاز أي معاملة في الدوائر الرسمية بما فيها استخراج بطاقة الهوية فيما يبدو بأن معاناة سكان المناطق المدمرة لن تنتهي على المدى المنظور